موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صح رمضانكم وصح صيامكم وكل عام وتما بخير نلتقي بكم مجددا في برنامجكم هكدا علمونا هكدا علمونا برنامج نتعلم فيه من كلام آبائنا وأجدادنا من أمثالهم وحكمهم برنامج نترحم فيه على هذا الناس ليخلونا أمثال وحكم رائعة من مات منهم ونطلب الله عز وجل أن يطيل أعمار من هم معنا ويخلينا دايما تعلموا منهم المثل اللي حنتكلم عليه اليوم هو من الذوقيات الرائعة في الحياة الذوق الراقي جدا أنه يخليك كإنسان تحس بالآخر وهذا المثل يقول لك كول أضرق ولا كول أفرق يعني أنت إذا كنت أكل حاجة قدام الناس فالأولى أنه هدوك الناس كامل توكلهم معاك وما تخلي حتى واحد ربما هذا الشيء جافي خاطره وربما هذا الشيء تشهاه وانت تأكل وحدك وتخليه يشوف فيك وأحسن من ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامة والمساكين يعني قسمة الورث رأنا نقسمه في الورث لكن حضروا معانا شكون أولو قربة ناس يقولون لكن ما يورثوش أو يتامة يقولون لكن ما يورثوش أو مساكين وش قالنا ربي عز وجل فارزقوهم منه ارزقوهم أعطوهم شوية وقولوا لهم قولا معروفة إذا ما قدرتوش تعطوهم على الأقل قلوا لهم قولا معروفة ويعلمنا ربي عز وجل أدب وذوق راقي جدا هو أنه إذا كنا في جماعة وكنا ناكله فلازم توكل كامل الناس واتدوقهم معاك وتقسم هذه الحاجة وكل حاجة قسمتها ربي حيطيح فيها البركة سبحانه جل وعلا وكين طريقة واحدة أخرى أنه كول وتخبى كول وحدك إلا حبيت ما شي حبيت منذل الناس ولا حبيت تاكل وحدك فلا تظهر ذلك للناس النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر وهو يعلمنا أيضا هذا الأدب ويعلمنا هذا الذوق قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه يعني رقاعد والخادم ديالك جاب لك الطعام ماذا تفعل؟ قال فليجلسه معه قلوا جلستك معايا أما إذا ما قدرت تجلس الخادم ديالك معاك وش تدير؟ قال فليعطه لقمة أو لقمتين لقمة أو لقمتين لأنه بالك شهاها وبالك هذه المكلة في خاطره فجبرا للخواطر ديننا دين وجبر الخواطر ما تخليهاش في قلبه أعطيه ياكل لقمة أو لقمتين وبذلك تأخذ أجره وتكون حققت هذا المطلب ناس بكري علمونا وقالوا كول وضرق ولا كول وفرق صح سيامكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة